بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم وكل سلام حضراتكم طبيعين كريمة الفوزدوك كريمة الفوزدوك من الحاجات الغالية جدا مميزة جدا انتامة جدا اتشهرت او في الفترة الاخيرة بتيجي مستوردة من ايطاليا ما يبقى حد من ايطاليا محترم جدا ويديني السر ويقول لي تركيبتها هي اهم حاجة تركيبها ومن غير فاتي اهم حاجة من غير فاتي تدينا اللون دوت ومن غير ما نحط لون صناعي وكلام من ده خالص تبقى متماسكة نعرف نشكل بيها نعرف نستخدمها للحشوات بالشكل ده مش مية شايفين المنظر عامل ازاي واللون ما نفرقهاش غير في حاجة واحدة بس قوة البروسوسر اللي بتخليها عجينة مرهم لكن عندي هنا هتلاقوا في حبيبات لو كنت استمرت كنت قضيت على نصها لكن انا قصد اسيب قطع هنا لسببين هقولوك عليهم دلوقتي شايفين قطع الفوزدوك هنا عندي انا قصد اسيبه اولا للطعم ثانيا للتأكيد جبت اقل بطرمان عندي شكلا عشان اعب فيه عشان يبقى معروف وايه هو واضحة او انها معمولة بيتي يعني مقدرها ايه وطريقتها ايه زي ما قال الكتاب وزي ما اتصل بيه شايفنا العبكري وقال لي بيكون عندي ايه بيكون عندي هدهلكو كده المعدير كده خمسة وعشرين جرام زبدة او معلقة كبيرة من الزبدة معلقة كبيرة من اللبن البدرة المفروض لبن اا بيكون منزوع الدسم لكن انا حطت لبن نيد وعادي مشان اعقد روحه معلقة كبيرة صكر بدرة او خمسة وعشرين جرام سكر بدرة معلقة كبيرة عسل عسل نحل العسل كنافة او خمسة وعشرين جرام عسل نحل ميت جرام من الفوزدو اهم حاجة في الفوزدو ميكونش ااااا حمصته انا عايزو بلونه شايفين اللون الاخضر وبيقشرو كمان انا محبش عقاض الامور اعملو احنا في الاخر زبدة الفوزدو انا مش عروحة باحة في المصنع ولا عندي كان يقشرو ودي اللبن البودرة زكر البودرة الفوزدو الزبدة تكون جامدة مش جامدة محجرة يعني كون طلع من التلاجة وقادي العسل انا حطيت بصراحة عسل نحل هيزود القيمة هيزود الطعم من الحاجات المميزة اوي اللي هتمشي مع الفوزدو فليفر فانيليا الكلام من ده مش هنحط طبعا هو فيه ايه بعد رحتي الفوزدو وهنبدأ هنا نشطر بطلقية اوي وناخد بنا عشان الفوزدو اصلا فيه زيوت الزيوت لما تسيح والسخنية اللي بيحصل ده مش عايز الكلام ده يبقى ميا انا عايز الكلام ده على قد ما يقدر يفضل متماسك ونخبط وننتظر شايفين اللون اللغضرة بتده يظهر ازاي هنا كده بتديت اخد كله مع بعض وبالراحة على المكنة عشان ما يجرلهاش حاجة وهبدأ اضغط واحدة واحدة لما نوصل لمراحل الموضوع عادي اهو طحن بالشكل انا بوريكو كل مرحلة بوصلها ازاي ابدأ ادوس طبعا انا بافصل بمنتج لكم ان احنا اه على قد ما نقدر تشوفوا الوضع ماشي ازاي بسرعة هنا بتديت ادوس زيادة شوية خلاص ابتدأ يبقى يعني هي ككريمة حشو طحفة لك انا بحب الشيء يبقى فيه اه التجريشة انتوا تحسوا حتى في الايس كريم لو عمالنا بيها ايس كريم او حطتها على وش الايس كريم تحسوا بالتجريشة بتاعت الفوزدق ولكن انا ما عنديش الماكنة اللي الوضع هنا ابتدأ تبقى عجينة اللي الوضع بتاعها يبقى عالي بحيث انه هو يديني كام لفة في الديقة اللي هو يديني مهلا بي يعملي زبدة فول السوداني يعملي زبدة الفوزدق هو ده بالوضع مش بالحرفانة يا جماعة بقوة الماكنة هنضرب تاني اللون الاخضر المميز بطدأ يظهر عنده هوت بالشكل دوت لحيث ان انا عايزها تبقى زي المرهم تماما حشوات دي تنفع في لغم طلق دي تنفع في الشو تنفع في الطرط تنفع في اي نوق تنفع في الشيز كيك ملعب ملعب البطرمان بتاعة زبدة الفوزدق او كريمة الفوزدق دي يعني موجودة تدعجبوها مستوردة هي من اطالب غالية غالية جدا جدا انا عايز اقول لكم ان بمين جرام تقريبا احنا ممكن نعمل كمية مميزة جدا لو كيلو بتلتميت جنيه احنا بتلاتين جنيه مثلا فنقدر نعمله ما يكونش ملح هنبدأ نضرب كده بقى اخر جزئية خالص احنا بالشكل ده شايفين وصلنا لايه يا سلام بقى مع كنافة مع كبيات الكنافة بدل ما نعملها بالمانجة هنعملها بكريمة الفوزدق كل ده اي بقى صدق خدوا بقى لكم انما دخلها التلاجة شايفين التماسك ده هيزيد كله تماما الموضوع مش مكلف تست الفوزدق هنا ليه طعم غير عادي بالذات مع الكنافة اللي اتنين بيكلموا بعض بصراحة القرفة في السينبو ومع العجين ومع التفاح الفوزدق مع الكنافة بصراحة الاتنين ليهم طعم كده الف هانا لحضراتكم في الشهر الكريم وفي صيامكم احنا كل شيء في رمضان الواجب الديني كل سنة وحضراتكم طيبين نمتع اولادنا وبيتنا كل ده مباح وجميل وحلو بيجيب السعادة بيجيب السعادة لنا شايفين بقى اللحظوا هنا التجريشة اللي انا سايبها هنا اهيات طبعا زي ما اتفعنا ان الوضب بيباعلي بتاع الهنا مش قادرة يعني حتى المكان اللي معاه مش قادرة تجيبها وفي مكان عندكم مش هادر يجيبها حتى يقول اللي ينفع في الخلاط لا ما ينفعش في الخلاط كل مكان الواطع عالي لعشان الفليفر بتاع الايس كريم لو يستخدمه في الايس كريم كل مكانة الحاجة عبارة عن اتحولت بقت زبدة ان كان فول سوداني ان كان فوزدق لوز بندق كل دوت فيه مع التسخين وفيه على البارد شايفين اللون غامل ازاي اللي مهم ان احنا ما نتحنوش نجيب فوزدق مميز وهو الشاكل اهو بصوا ما اجيحطها على الطبق بصوا اهي بتحكم فيها بفرشها براحتي فوق اي حاجة مش بحطها على كنافة بتقوم شارباها لا بس طبعا ما حطهاش على حاجة سخنة في المبدأ لكن ما فيش حاجة هتشربها ممكن ان انا اعمل انا جبت البطرامان ده زي ما قلتلكو اقل البطرامان عندي بتاع مربع هو بتراك تقريبا لسبب ان انا يعني ايه بقى قدام معنيكو اتحنت وصدت حضراتكو اتحطت في البطرامان تعبان جدا جدا من البطرامان اللي عندي الحاجة واضحة جدا اهو تقريبا تقريبا عايز اقول تقريبا بس في جزء من الهوى ما للبطرامان ما لنا البطرامان الزبدة مع الفوزدق مع السكر مع العسل مع اللبن البودرة وصلنا المرحلة مميزة جدا 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 نقدر بانعين البطرامان دوت ان شاء الله حتى على قطع التوست وناخد مسحة اه يعني اقول لكم الحاجات المميزة الشهيرة جدا جدا اه دي كده يا جماعة اه اقدر اضعف المقدير اقدر اعملها كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب العالمين ده صور طبعا الشغل رمضان ده لايش يا رب تكونوا شوفتوه الموضوع سهل جدا 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 مفقوش اي حاجة اه وسوينا العيش على تلات مراحل هسبكوا بقى مع الصور دي هتشكرا لكم يا رب دايما بخير ورمضان كريم عليكم شوفكم على خير يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم